السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي انا ان شاء الله نقدم احد الحلقة اللي مهمة مهمة بزاف وهي في الحقيقة حصلية على القناة دي دو سامودي هاد الحلقة كتتكلم على الانثى يعني الام الام دي الالانب اللي وصل عليها للشهر يعني و كتنفر ولادها قبل من الوقت و احنا يخصنا نستفدو من هاد الفيطان الاخر رمق يعني دي الحالي يعني خصصا نقوه الخصص قتردى لتل تلاتين يوم احنا كيفاشا الطريقة غادي نديرو كينا واحد طريقا مبتكاري وهي خصنا نعودو الصغار على انهم اول حاجة خصنا نبعدوها على الصغار دي كما كنتشوفو راه و واحدة السلكره فاصل بيناتهم انتوما هي الفيطان مخصومش يبعدو فخطراء على الام ديالهم ولكن يخليوهم فاصل بيناتهم و حد السلك باش يتونسوا مع الام ديالهم اسمو غادي نديرو انتوما كيما كتلاحظو هما كيشموا فمهم ولكن احنا يخصنا احنا اللي نتحكم في الرضاعة ديالهم ماشي نخليوها هي اللي تدخول عند الصغار ديالها وتردعهم هالطريقة خاسنا نديرو اول حاجة نعودو الام على وحد الوقيتها اللي غادي تردع فيها يعني ماشي نقولو صافي غاني نشدو الام و نجيبوها عند الصغار نديرو واحد ربعات المرات ولا خمسات المرات لا جوج اسابيع الليولة حاولو انكم تقا تحيدوها و تردوها ماشي مشكل ولكن خاصة العدد ديال المرات ديال الرضاعة خاصة تكون ثلاثة المرات في النهار يعني في الصباح و قيطة ديال الظاهرة و في الليل صافي الليل حيدوها على الصغار ديالها و خليوها تبات بوحدة باش ترتاح لان مني كيبدو يكبرو اصلا كيبدو يديرون جيوه و مني الاسبوع الثالث حاولو انكم تردعو ترتبعوغي شوش مرات علاش يعني مره في الصباح و مره في العشية علاش هاد السؤال الاجابة دياله هو ان تايا هي لمشيتو كتعطيتوها للذكر يعني مباشرا بعد الولادة كيه اللي كيدير هالطريقة و كيه اللي كيخلي وحد الخمسيان باش كترتاح الام الى دلتو الطريقة ديالي انايا انك نعطيها مباشرة بعد مية تسويع كنعطيها للذكر يعني كتولد تقدر تولد على ولاده هما معها بقي ما تفرطموش لانا الفcektاان كيكونو على على شهر انا شنو كندير كنخلي كنخلي تلال الرضاعة انا الي مغان انتحكم فيها كنق Speskyジيب انا الام كنissant طريقة و kita cons head on to the courtyard بما تردعوه و تاني اردعو وتاني المكان دياله اما كهيك نقول انا الي مغان انتحكم في الرضاعة تايلا هي بغت تولد ماشي مشكي نخليها تولد على خاطرها ولكن ماشي نخلي مع الصغار ديالها و هي قدي تولد في واحد اللقطة اللي نكون أنا محاضرش و الصغار ديالها يعني يراها في عمر شهر راك يكونوا تبارك الله بدو يبانوا ذاك السعيلة اللي لقاوا قدامهم الخلفات كونوا متأكدين ما ذاك الخلفات ما غاديش يصدقوا لي أنه إما غادي يجرحوهم إما غادي يتلعفوك منهم مهم و غادي يوقع واحد الاقتضاد ممكنش أنه في عمر شهر نتا مخليه كتقول لي وصفي را اليوم غادي تولد اليوم غادي تولد اليوم تقدر تولد في 30 يوم تقدر تولد في 29 و 31 نتا هم ما معارفينش بالدبط الوقيت اللي غادي تولد فيها لذا اسمو غادي نديرو غادي نوريكم الطريقة يعني باش ما تكرفصوش تال أنثى خاسكم تديروا واحد طريقة اللي شدة ديالها أولا نخصوش تديروا واحد صندوق أو كرتونة أو اللي كان يكون عندكم تشدوا الصغار أنا غادي نوريكم الطريقة غادي نديرها يعني ببراتيك يعني تطبيقية لانشحال مني كومنتير قالوا لي خصوش تبقى تورينا ذك شي بالتطبيق ماشي غيب يعني مواضيع بالهضرة لانشحال موحد قال لك اللا ورنا التطبيق أنا رأى الإشارة ديالكم الطريقة هي كالتالي تتابعوا معي الطريقة إن شاء الله نقولوا بسم الله إذن الطريقة هي كالتالي أول حاجة حطونا نتوا بوحدها أنتوما كما تشوفوا الصغار دياله ندرتون في هذا الصندوق هذا ولكن نتوا مشي تشفوها مباشرة وتخلعوها حطوها في واحد المكان بحال هكا خليوها لمسوا عليها واحد شوية بش هي كترتاح يعني مني كتحطها مع ولادها كتكون بحيتوها ملكاش كتكون بحالي خايفة أنتوما تمنق الله بس تلمسوا عليها واحد شوية بحاول تحطو لها راسها في الأرض باش ما نسقش تتعافر تحطو لها راسها في الأرض هكا وهم نسوا عليها واحد شوية حتى تحسوا بها رسائت هكا بحالي نحزها وحالي نحط طمع الصغار ديالها ولكن شوفوا الطريقة أنكم إلا هي خافت منهم ولا قديرون جاوها من كبار وعبعوا فيها من لهم يمكن أن يتأرض شي واحد فيهم ثم الطريقة هي أنكم قريت تشدوا بو دنيا بحال هكا تشدوا تقمشوا عليها الحلقة يعني قريت تتحزوها هكا وتخليها تردع وفي نفس الوقت الراس ديالها مينزش عند الصغار ديالها لأنها قدرت تقاديهم تخليوا الراس مهزو زيال ولكن في نفس الوقت هذا غي احتياط تشد غي احتياط ماشي غادي تجبدو ولكن غي حطو يديهم حلقة تقمشوا هكا إذا طريقة هي كتاة بسم الله ماشي غادي ماشي غادي ماشي غادي ماشي غادي ماشي غادي ماشي غادي هيا لنخليهم يردعوا غير هو شدون تقمشوا هكا انصحوا حتى شوية باش تقدر تتردع وراقبوا أنتما أنشد لها الودنين ديالها باش أنها ما تهديش للصغار ديالها الطريقة وهي كالتالي كفقود لاحظوا فينا هو اللي بحال نقول عندي مثلاً واحد عشرة وهي عندها ثمانية ديال الحلامات غالي نشوفوا شي واحد اللي بحالي غالي توازنوا ما بينه هنا وهنا بحالي لك عشرة ديروا خمسة هنا وخمسة هنا لأن الصندوق قد يكون صغير صندوق يمكن مكان هذه ده برام خلي الصغار ديال هي دعو through fr то veo وظاغ وهي ضرب في الأخ انتما حالي هي نرزو واحد لأنه واحد مغاد يش يلقاء بلاص thing هذا الرام زيان التي يمكن الله عادي وتقسم هذاseven من هات الجيهة ومشوت الجيهة اخرى شوف مره مره هزوها هكا وخليوه وف نفس الوقت هات الجيهة الراس ديلا يكون مرتبع شو مسكينها هي دباك كيفش فارقه رجليها باش عاطيهم يردعو شو سمحال الله صاف يبني تشوفوا باليراهية قابلة انها تردعهم حاولوا انكم لمسو عليها فيها كيكا تقاتل لمسو عليها هكا صار هي كتتترخى وكتخليوا انها استغار ديلا يردعوه وديما حاولوا انكم توازنوا ما بين هنا وهنا هات انا هزيت هاده وحطيتوا الهدجيه شوف هاده اهو ملقاش هدجيها ملقاش هدجيها ملقاش تطلع لعندهم انا نحاول انه هزا شوية هاتوا فيها الطارقة هاد هام وده بغي يبقوا يدخلوا تحت منها ويردعوه ومعي يسمحال الله راه عاطي هاتوا يرى فارقه رجلي هكا كيكا تشوف فارقه رجلي هكا عرفها انها قابلة انها يردعوا منها انتوما شوفوا سبحان الله هاده هاده طريقة هادي انهم كيردعوه ببساطة هانتوما هانتوما كيقلب على على الحلامة مالقاهاش نحاولو انه ننزلو شوية ها هو غديدخل غديقلب ها هو القهة انتوما ومنه غديكملوا راهوما غدي يحيدوا من حدمهم وغدي يمشيوا هادي يمشيوا واحد البلاسة وغدي يقلسوه صافي ونايا كنتعمد انني خليهم واحد شوية معمهم باش كي يخدووا واحد شوية دي لحنان كما الام كتبغي الصغار ديالها فاني الانسان حتى هادي راه ها دبا كتحاول انها تلامس الصغار ديالها انتوما دبا راه ما زال ما والاشارة انا مني بقيت كنحسبت قريبا شحال ديال الوقت باش كي يشبعوه ما بين خمسات دقايق حتى السبعات دقايق خمسات دقايق حتى السبعات دقايق صافيك يشبعوه كتبغي الكريشة ديالهم هاكا عامرة وانتوما غير عقبوه هانتوما العدد كين هنا بزاف نقدر نز واحد مثلا والاندي هنا هكا ونحلي عليهم نحلي عليها باش يدخل اربع هانتوما هاكيني نربعه هانتوما هاكيني نربعه هانتوما هاو هدا لديها صندوق عادي او كرتونة اي حاجة عندكم متاحة خدموا بها وخاقي كرتونة انها تكون ضيقة لتجمع الصغر ليتناطرش هكوها انا هذي خدمت اللي مزيلا انتم لاحظوا انه تقريبا بدأت سوى 3 دقائق ماني غادي شبعو غادي يمشي وحداها لان دفرها وقيتها دي للعشية بالله بو دماغ سنين ردعو فالوقيتها مو اللي فكار ردعو هادو مجوجو مرات ولكن غيباش ندلكم الفيديو حاولت انني ندير ثلاثة مرات لبتال العشية عوثاني ان شاء الله ونعطيها ونعطيهم اللي ردعو عوثاني انتمات مبعوش والتباوك الله انتمات هذه الطريقة اللي غادي تستفدوا منها انكم إلا مشيتوا انتو ما اعطيتو لأم للصغار غادي تستفدوا لآخر انهار هذه الحلقة اللي بغينا هدلكم عليها الانهار يعني مشي تخليوا هي اللي تبقى تردع لانه هي إلا مشت حتى عولتوا علاه هي اللي غا تبقى تردعوا تقدرت تسمح فيهم تقدرت تردعوا مغي مرة تقدر لي انها هي دفرة تباك الله لها حاملة انتم ما شوفوا كرشها راها منفوخة راها نيحاسب لها راها حاملة يعني ما حيلتها تردعهم ما حيلتها للمشاكيل ديال الولادة ديال انتم شو سبحالله كتعطيهم الحانان شو اسمه شو سبحالله هذه الطريقة لها حصرياً عمري مشتش فيديو دار هاد اللقطة هادي اسمه هي انه حناية لنتحكموا في الرضاعة ديال الصغار يعني ماشي نخليوا الصغار معها في الكاش مرة تردعهم مرة ما تردعهم مرة ما تردعهم الجودة ديال الانتاج ديالن انتم ما تبارك الله انتم ما شوفوا الكرش ديال هذا يا راها صافي راها دابا لاحظوا انه انه كينين اللي شبعوا ورجعوا اللور انتم داباكم خليتوها غيب بوحدها مع الصغار ديالها ما غديش يشبعوا بهالطارق هالي غديش يطلع فوق منهم شوية غديبدويل تخوشوية صافي غدتنفرهم وكتحيد زيادة انهم كيبقوا يديرونجوا في الكاش كيبقوا يلعبوا معها ويلصقوا لها في الحلامات ديالها دابا لا دابا كي غادي تشبع انتم ما معا اداتهم موالو دابا كيغادي شبعو تات تيكملوا على خاطرهم وكتناسمعهم واحد شوية كتحكي حكي معاهم هكا وهكا أنتم ديما الانتاني كتكون عشار ولكتكون والده ديما لمسوا لها بهالطارقة وحاولوا تنزلونها راصدة هكا ولمسوا عليها بوحد لطف سوف يتلاحظون أنها بدأت أن أتعامل معكم سمحوا لي أن هناك شوية للبن كنت أتمنى أن الصوت يكون واصلكم بطريقة جيدة وأنتم و سوف يكملون ما سبحان الله؟ ما سوف يكملون سوف يكملون هنا سوف يكملون سوف يكملون كنت متأكدين أن هالطريقة سوف تفيدكم بزاف لأنه سوف تكون الحليب الفيطان سوف تحكموا فيهم لآخر يوم يعني إذا تتولد هي عدك الساعة كتولي سوف يقطعوا لها ديال الشهر إذا الشهر سوف يخصوا يأكل سوف يبعدوا عليها ولكن كي تكون قبل من الشهر خصوا تبارك الله إذا وزنتوا خصوا يعطيه واحد الميزان فأنتم تشوفوا تبارك الله كون خليتوا غيب وحده أنه يبقى يردع من أمه ففي الشهر سوف توزنوه ما سوف تلقاوا نفس النتيجة ديال أنكم تردعوهم تردعو الصغار أنتما أنتما تبارك الله الله مزيد ومبارك دعوا معنا أن هذا الصغار يكبروا أنتوا مني كتقلبوا الكاج ديالهم كتلقاهم أنهم شبعوا أما مني كتخليهم غيب وحدهم في الكاج مع الأم ديالهم شو سبحالله دبارك ياخدوا الحانان شو سمو كيدير كيبقوا تحكي حكم مع أمهم هاكا دبارك دارك رمشي نوم هاد الشي رمشي رمشي رمناعزين هاكا كيلامسوا شوف تبارك الله سمو كيدير شوف شو سبحالله شوف هيا دبارك تحكي راسها مع الصغار ديالها وكتعطيهم الحانان هاد نوع ديال الحانان راح الصغير راح باقي دبارك يقول أنا باقي عد صغير باقي ما يقولش باللي أنا صافر عني يعني غدين مخاء تأكل الخبز المتقوق أو التفاف أو تعطيهم شيحواج وخرين ديما تبقى حانان الأم والحليب دياله هو اللي يكبرهم وهو اللي يكبرهم ويعطيكم الفيطام السليم مئة بالمئة يعني مني يخرج يتفطم على أمه وصافي تقول غداما غدين نعطيها الحليب من عند أمه خاصة هي تكون دك الساعة ولدت مني تكون ولدت صافي تقولي التغذية ديال الخلفة الجاية ولكن هذا هو الأخطاء الذين يكونوا إذا لم أدرك هذه الطريقة هذه الطريقة مجربة أنا جربتها معها وإذا لم أدركها تقول لي هذا الصغار يدعوا قبل من الوقت تفطمهم هي تفقى نفرهم تفقى تجريع لهم لأنه يبقوا يديرون نجيوها في الكارج هذه الحلقة لنا شوفوا سبحان الله أنتم شبعوا أنتم شبعوا وراهم يأخذوا شوية الحنان نجعلهم يعجبني هكا وكل شيء الطريقة من هذه الطريقة تلمسوا عليها هي تلك الساعة تهدم ويتهزوها وتعطيها الصغار ديلا ماشي مباشرة لأنك تكون هي متوترة وحييتوها منكاج هي كتحسب بلية رقم شيء تقاديها لا حطوها ولمسوا عليها وحال هكا عينتوا بغيتوا تتزاوج إلا بغيتوا تزاوجوها ما تشيتشدوها وتعطيها لذكر مباشرة لا ديمة هذه الطريقة ماشي من هنا هكا عندما تدير سيروا لها الرأس ديالها هكا وبقوا تنزلوا لها رأسها هكا وتلمسوا عليها بها الطريقة بحال هكا وش حال الموحد كيقولك لا رأني كان خاف من من القنية لا تعضني وعينتوا سبحان الله هذه رأني قبل ما تولد رأني كانت شاريسة رأني هذه رأني متككد منها رأني كانت شاريسة كانت يعني متوترة سبحان الله هاي دبا غي تعاملت معها بواحد اللطف وقيت كانت تعامل معها سبحان الله أنتم تردعوا أولادها رأى قريبة دبا هدو عندهم ثلاثة سيمانات وشي يومين يعني ما بقاش بالزاف رأى قريبة دبا تولد كي غادي تولد غادي نفطم الصغار وان شاء الله غادي نوزنهم وهدي نديلكم فيديو شحال بالضبط أنني قدرت نشد الإنتاج ديالي يعني شحال ديال الميزان قدرت نخرج منه لأن كل شيء تربيه الإنين متعلق بالفيطام شحال في هذه اللقاتة هذه ممكن تصرف عليهم بهم تصرف عليهم على الأم كتصرف على الأم سموكدير تعطيها لسيكاليم ولا تعطيها ماشي تعطيها مزيئة يعني واحد مائتين جرام نحنا نقول له مائتين جرام المهم أنك خرر شيء في طرق حتى تصرف عليهم عاد ستتبري عندك شهر آخر كتصرف عليهم وتعطيهم شوية ديال السيكالي مكدا ديك ساعة غي تسمين باش تبيع بالكيلو أما الفيطان انت بقي ما صرفت عليه تشي حاجة غادي غادي كيم ما هو هاكا انترك ما صرف عليه والو غي الحليب ديال الأول إذا الحلقة ديالنا راسلات أنتم وسمح الله راها ناشطة مع وليداتها الحلقة ديالنا راسلات قناة جميلة غادي بالدعم ديالكم الحمد لله كنشكركم بزاف على التعاريق طيبة ديالكم وخان الناس لكي نقضونا في شي فيش يعني الفيديو يات قال لك اللاخ ستديرنا شي حاجة بطراتيك وتطبيقية أنا أنا حاول أن ما بقاش نديلكم فيديو يات غي كمعلومة ولكن غادي نحاول نديلكم أي حاجة درتها في الكاش ديالي غادي نحاول أنني نبرورها ونديرها لكم كفيديو تطبيقي إن شاء الله تابعونا تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله دعمونا بزر جيم وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر